ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوف نتحدث عن سياحة في الجزائر التوريزم نعم التوريزم سياحة في الجزائر كيف يتحدث عنها وين هي اللحقة؟ نعم هذا سؤال ثم سوف نتحدث عن سؤال سوف نتحدث عنها بعد دقال سوف نرى هذا الرئيسة الفرز الصلاواتي بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها تزاير كما المناطق والمناظر الخلابة التي تقدر تخليها وجهة سياحية بامتياز إلا أن واقع السياحة في تزاير العكس تماما وأبسط دليل الجزائريين اللي روحوا للدول المجاورة في كل موسم سياحي فما مرض ذلك؟ سياحة نقصب زفزير أنا نقول لك أنا بلوس دوستان كيلومتر كوت مدوماج الأسباب الخلاك هذا لازم يكون لسيكوريتي الأمن على كل حال سياحة في الجزائر نقدر نقول لكم أنا راح يضعيف على كل حال أنا راح تبزيف للصحران يعني شفت واحد الوقت أنا نقدر نقول لكم ثلاثين سنة شفت اللي توريس كانوا يجيوا تمك اللي توريس ولكن كما يقولوا اللي موين داك كومبانيومون ناقصا والدعوة سيشار اللي زوتان ما شيباش داك الوقت وكانوا شار دونك ما نحضو لازم اللي بري يكونوا ينقصوا بقاء الجزائر حبيثة الثروة الطاقوية وعدم خلق صناعة سياحية هو اللي يخلوا واقع السياحة في بلدنا يدهور حسب الناشطين في القطاع لا يخفى على أحد أن السياحة اليوم في العالم أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها أكثر من 1200 مليار دولار من العائدات والجزائر بإمكانيتها المعتبر لا يمكن عقلانياً أن تبقى على هامش تطور السياحة العالمية ولكن الإمكانات الطبيعية في حد ذاتها غير قادرة على بناء مقصد سياحي واليوم نحن نعتمد على هذه الإمكانيات ولكن إلى جانب خطة مدروسة لأنه فعلاً بسياحة في الجزائر بيوم التحدي هو أننا نكسب رهان السياحة الداخلية عبر رفع من النوعية وتخفيض من الأسعار فأولويات الأولويات هو السياحة الداخلية قطاع السياحة في الكثير من البلدان يعتبر من بين أهم الدعائم الاقتصادية الشيء الذي يجعل بلادنا اليوم مطالبة بإعطاء هذا القطاع حقه كرافد أساسي في التنمية المستدامة وجلب العملة الصعبة خارج المحروقات وبين تباين وجهات النظر على الأسباب لخلات قطاع السياحة متردي في بلادنا الأكد أن خلق ثقافة سياحية هو مسؤولية جميع الأفراد النشطة في هذا الميدان وحتى المواطن الجزائري في حد ذاته شكراً للمشاهدة وقت العالمي لكننا في الجزائر السياحة نتقريبا من عادمة لماذا يعمل معنا سياحة في الجزائر؟ يبقى أننا لدينا منظر خلابة لدينا البحر والدجبال والتلج والسحراء والغير كما شرحنا في قناة فرنسية فرنسية 2 هذا الكلمة للمشاهدة لدينا بلادنا على الميت وعرفنا بلإكاين 1600 كم تقوت ومشي 1200 كم ترحاونا في المسادة لماذا في الوقت الحالي مع الناشة؟ مع الناشة الإنشية توريستية في الجزائر؟ شكرا للمشاهدة الناشة الإنشية توريستية في الجزائر من بين عشرة أجمل دول في العالم كيفاش أمام هذه الإمكانات المعتبرة تبقى الجزائرية على هامش تطور سياحة في العالم؟ فالجواب سهل وصعب في نفس الوقت لأن الإمكانات الطبيعية المتاحة مهما كانت واسعة كبيرة في حد ذاتها غير كافية أن تجعل من بلد مقصد سياحي كيفاش أمام بلد مقصد سياحي و 인�هدوحات المتاحة؟ كيفاش يتعلم من بلد مقصد سياحي كيفاش يتعلم من مقصد سياحي ات المتاحة؟ كيفاش يتعرف المقصد سياحي وهو يمع الخطأ على الكرابيات العالمية وهو يمكن من المتاجهة من الجدان aboutر من المعارضة تشحيطة على المستغربية وتسعرق المنظمة لكن هذا لا يشفرть إلى تقرارات من الأمل ليس تشحيطا إلى تقديم أدعونا على المقابل سؤالنا أبعدك من أفضل أن أفضل لي من التطبيق ولكن يجب أن يسعر من المعانقل هذه المعادلة في الأولى الأولى الودة في الأمرى الصعون هم أعرف سمع بطنية والسؤالية الدولات عليهم لذلك يعمل ذلك تنهير في جائح Birmingham تركيخ من يجب أن الجائح السلام على مراقل لل dystopان خولت الجائح الثلال – موصلة إلى الجنسة والجنسة 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 التي نظرناها psychological وما يجب hablarها وما تتعلم بأنها فيه لقد كان المكتب الجنسة والجنسية والأمقربي Je vous renvoie au film de l'inspecteur Tahir Et ce que vous voyez à l'arrière- riot C'était ça, c'était des charters de l'Algérie Il y avait un Club Med C'est ça, en 1976, la charte nationale qui tombe un coup près Et qui relègue le tourisme international de côté Et qui crée une notion populiste, le tourisme populaire Il n'existe nulle part ailleurs qu'en Algérie Les années 80, le secteur s'est replié sur lui-même S'est renfermé sur lui-même يمكن أن يكون المعروض على الأملكة. للأسلقى 90 الآن ولكن لديم ترسيرين ب 있고요. لست نتعرف إلى هذا العمر. ليس كريسياً. للأسلقى 90. لذا يتحدث على الحياة العاملين. لقد ح이면 الأنكتب 2005-2006. كما أضمنت أن يتحدث عن دكرة الأملكة. لقد ابقى دكتورة الأملكة. أصدرنا الجزيرة الأملكة. لقد حدث عن ناثلين. بالنسبة لأسلقينة المrutعة الألمل. بالنسبة له الاني الثلاثة المنطقة. طال sur le plan international les investisseurs par un effet psychologique avaient peur, n'investissaient pas etc je n'essaie pas de trouver des justificatifs j'essaie uniquement de maintenant aujourd'hui nous n'avons pas le choix c'est pas une question d'option mais nous n'avons plus le choix l'Algérie n'a plus le droit de rester en marge du développement du tourisme interne bon vous me dites d'abord c'est bien bon ce que vous dites mais comment il faut un programme de développement touristique aujourd'hui le programme est là la vision est là et si vous voulez qu'on en parle on en parlera non je peux prendre la parole non en fait je voulais juste faire remarquer c'est vrai qu'il a fait un exposé exhaustif un petit peu des mots du tourisme en Algérie mais finalement on n'a pas eu une politique d'état on va dire du secteur touristique c'est vrai quand on dit un beau pays ce n'est pas forcément une destination touristique mais c'est des choix qui ont été faits c'est des mauvais choix qui ont été faits même le parc hôtelier qui existait avant il a été laissé à l'abandon on n'a pas investi il y a eu un désinvestissement dans le secteur touristique mais en même temps on n'a pas encore on n'a pas entretenu ce qui existait si nous citons les exemples l'hôtel Genoub tiens je cite comme ça à Rardaya par exemple ou à l'hôtel Selam on voit qu'ils sont complètement dépassés même l'orassi on a dû le refaire il y a restauré il y a 3 ou 4 ans de ça donc l'état il s'est désengagé il n'a pas ouvert aussi l'initiative il n'a pas encouragé le privé pour pouvoir investir le créneau parce que le tourisme ce n'est pas uniquement l'état l'état il trace les contours il fixe un câble une politique mais après il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent participer à l'effort de l'essence du secteur touristique donc jusqu'à présent au moment où l'Algérie croulait sous les pétrodollars on va dire au moins les 10 dernières années on avait suffisamment d'argent pour pouvoir relancer le secteur on ne l'a pas fait on est obligé de le faire maintenant comme vous le dites si bien parce qu'on n'a pas le choix tout simplement on a le couteau sur la gorge on n'a pas d'argent le pétrole ne rapporte pas grand chose donc on est obligé de faire ce que nous devions faire il y a des années de ça et donc la question il fallait identifier les insuffisances du tourisme algérien on ne va pas construire un programme comme ça théorique qui n'a pas de sens c'était quoi les insuffisances du tourisme algérien ? les capacités d'accueil en nombre et en qualité vous savez que l'Algérie c'est un pays continent nous avons à peine 110 millis à peine 20% qui sont adaptés aux normes internationales nos voisins c'est 300 millis chacun 300 millis chacun nous pays continent c'est 100 millis donc il faut absolument rattraper ce retard et puis à côté du nombre c'est la qualité l'Algérien pourquoi maintenant il y a 1 500 000 Algériens qui préfèrent aller passer leurs vacances à l'étranger l'Algérien c'est un consommateur comme les autres parce que ça coûte moins cher ils cherchent le rapport qualité prix et donc voilà donc pour capter fixer ces Algériens pour qu'ils puissent passer leurs vacances à l'Algérie et pour se positionner sur les marchés internationaux le tourisme réceptif est très important pour nous le tourisme international au même niveau de priorité que le tourisme interne donc il va falloir d'abord 1. corriger les insuffisances les capacités d'accueil aujourd'hui nous avons dans le pipe 1275 projets dont les bons partis ont été réceptionnés c'est le privé qui réalise l'état c'est un état régulateur pardon mais le privé généralement c'est de l'hôtellerie business c'est l'hôtellerie pour le business c'est très juste c'est le tourisme d'affaires vous avez bien potassé votre dossier un petit peu c'est très juste nous sommes en train de corriger cette et la demande elle est où au tourisme national le tourisme banéaire l'algérien d'abord la pression sur le tourisme banéaire pendant l'été de juillet à août vous ne trouverez pas une chambre de disponible pendant cette période et le tourisme thermal de par certains aspects sociologiques culturels l'algérien est très attiré par le thermalisme etc. les jeunes pour le tourisme de découverte de dépaysement dans les espaces sahariens etc. donc pour corriger l'aspect et essayer de faire coller la réalisation des infrastructures par rapport à la demande nous avons créé ce que nous appelons les Z les zones d'expansion touristique nous avons aujourd'hui quelque chose comme 105 Z d'expansion touristique dont la plupart sont concentrés sur le banéaire et autour du produit thermal et culturel avec une capacité lie de 115 millions qui vont s'ajouter aux 100 millions de 100 000 115 000 dont j'ai parlé tout à l'heure donc le grand défi c'est celui-là c'est essayer un petit peu de mettre à la disposition et le problème qui se pose pour l'investisseur c'est quoi ? c'est le foncier touristique c'est l'accompagnement financier donc le foncier touristique le problème est pris en charge et le problème d'accompagnement financier c'est-à-dire les crédits hôteliers un crédit adapté à l'hôtellerie il y a une prise de conscience de la part des banques maintenant pour accompagner les investisseurs c'est bien beau tout ça on construit des hôtels les zones d'expansion touristique mais c'est un travail aussi qui est multisectoriel c'est pas uniquement votre travail celui du ministère du tourisme vous avez besoin du ministère de l'intérieur c'est le ministère des transports on dit que le tourisme commence à l'aéroport quand le tourisme c'est l'accueil des douaniers c'est le taxi à la sortie de l'aéroport c'est pas uniquement comme vous avez dit le tourisme balnéaire la plage et un hôtel c'est un produit touristique un touriste c'est pas juste pour nager et pour dormir il veut voir des musées il veut faire des randonnées il veut faire des boutiques il veut voir de l'artisanat c'est un package et pour l'instant disons qu'on voit pas le résultat de tous ces efforts parce que j'ai l'impression que vous travaillez un petit peu seul je suis très très content que vous puissiez me tendre la perche effectivement nous avons une grande responsabilité pour le développement du secteur mais c'est un secteur transversal et c'est un maillon de la chaîne si les autres maillons ne marchent pas la chaîne toute la chaîne le tourisme ne commence pas l'aéroport il commence au niveau du consulat du consulat d'abord quand on va chercher nos visages au niveau du consulat mais moi dans mon exposé je ne voulais pas donner l'impression de me défausser par rapport à nos responsabilités d'accasser la faute aux autres c'est pas nous nous avons nos responsabilités mais c'est très juste ce que vous dites le ministère du tourisme c'est une sorte de tour de contrôle qui doit réguler coordonner etc mais vous ne pouvez pas développer un tourisme si la prestation culturelle n'est pas à la hauteur si le transport est défaillant si le citoyen n'est pas souriant et accueillant si vous avez des villes qui ferment à 5h l'après-midi etc mais c'est vrai c'est un problème mais il ne faudrait pas qu'on se dise par où commencer il faut prendre le taureau par les cornes foncer etc et ça aura un effet d'entraînement alors on a l'impression que le tourisme est en train de faire dans la bureaucratie c'est une zone d'expansion c'est une acta c'est une plan d'investissement donc du coup un projet qui peut être fait sur 2 ans demande 4 ans parce qu'il prend 2 ans moins en bureaucratie ça a été le cas je ne vous le cache pas ça a été le cas un des problèmes c'est la bureaucratie et permettez-moi de vous dire un mot dans ce domaine ce n'est pas encore pour me justifier il y a une chance dans la malchance la malchance c'est de ne pas avoir développé notre tourisme très tôt mais la chance j'espère que nous serons assez suffisamment intelligents pour ne pas tomber dans les travers des expériences qui ont mal marché qui ont abouti à des catastrophes le tourisme badgum etc la dilapidation du foncier touristique etc c'est pour ça que nous avons dès le départ préféré placer des garde-fous pour que il y a un autre au début mais maintenant c'est très facile de mettre à la disposition d'un investisseur un terrain c'est très facile de se faire accompagner puisque nous avons signé des conventions avec les banques qui vont accompagner les investisseurs je vous dis que pas que tous les problèmes sont réglés loin de là mais je peux je vous prie de me croire qu'une bonne partie des obstacles bureaucratiques administratifs ou techniques sont pris en charge alors si tu tiens une question parce qu'il faut que je lui donne un micro parce qu'il te fallait le micro terre alors il faudrait mais qu'il me pose la question moi je m'occupe de lui il n'y a pas de problème transition bien faite on va dire tout simplement que c'est une faillite de la politique d'état en matière de tourisme vous êtes fonctionnaire au ministère du tourisme vous observez avec moi que chaque année pratiquement on voit un nouveau ministre qui débarque au ministère vous êtes là-bas depuis combien vous ? Franchement 18ème ministre du tourisme Vous avez consommé combien de ministres ? 18 Vous êtes majeur de l'université et directement au ministère du tourisme c'est-à-dire en 18 ans on a eu 18 ministres du tourisme je me demande est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est comme ça qu'on va consolider qu'on va connaître le secteur qu'on va réfléchir avoir de bonnes idées j'ai l'impression qu'en amont il n'y a pas cette volonté de bien faire tout simplement maintenant on est obligé on est obligé on n'a plus d'argent on est obligé de réfléchir à une démarche intégrée de faire des projets les faire aboutir et débureaucratiser parce qu'on a parlé tout à l'heure de la bureaucratie c'est vrai qu'elle touche tous les secteurs mais spécialement le tourisme parce que c'est un pays qui aurait pu vivre grâce au tourisme uniquement sans attente de pétrole tout le monde le sait et cette instabilité institutionnelle aussi au niveau du ministère parfois même ça a été un secrétaire d'état un secrétaire d'état même pas un ministère donc il faut reconnaître qu'il n'a pas pris au sérieux le secteur du tourisme en Algérie donc il dit à un ministre il fait un plan d'action voilà on va faire ceci cela huit mois plus tard il est débarqué il ramène quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le secteur du tourisme et il a bel ballon voilà malheureusement est-ce que Lyon il y a une politique il y a une politique d'étape tourisme est-ce qu'aujourd'hui on y est moi ce que je vous c'est pas une question c'est un commentaire bon je n'ai pas je ne commente pas le commentaire mais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça impacte ça impacte le secteur l'instabilité mais écoutez écoutez est-ce que est-ce qu'un ministre qui dure 5 ans ça aurait donné des résultats plus probants on n'en sait rien on n'en sait rien non le problème pour moi le tourisme et je vous le dis en toute sincérité pendant très longtemps n'a pas été placé au coeur des priorités du pays le mouchké la rana le mouchké la rana et il a été tout le temps regardé sous l'ongle social ça n'a jamais été considéré comme un vecteur économique comme un élément moteur de développement économique pour des considérations que je ne commente pas peut-être que les décideurs avaient dans le passé leurs raisons que je ne commente mais aujourd'hui ça s'impose à nous nous n'avons plus le choix et Haram nous sommes assez sur une mine d'or des lingots d'or et si on ne les exploite pas pour l'avenir de nos enfants de nos frères etc et puis tout ce qui nous le savoir-faire est là je vous prie de me croire que nous n'avons rien envié aux étrangers par rapport au concept à la mise en place des modalités des programmes etc ce qui manquait ce qui manquait dans le passé c'était cette volonté politique qui pousse vers l'avant elle est là maintenant elle est là le volontarisme est là la stratégie d'état elle est là la vision elle est là et vous aurez vous allez constater vous parlez de volonté de l'état elle est là permettez-moi un petit peu de douter de ce que vous dites même si je sais que vous êtes honnête l'été dernier je me souviens avoir entendu l'actuel ministre monsieur Amaroul Amaroul ça parlait de la chute du tourisme en Tunisie il fait une déclaration il invite les Algériens à aller en Tunisie pour moi c'était scandaleux un ministre algérien qui invite les Algériens à aller en Tunisie au lieu de les orienter dans son propre pays et quand on entend ce genre de discours de la part des ministres du tourisme permettez-moi de douter de sa volonté de bien faire c'est pas une attaque personnelle contre Amaroul mais c'est ça un vrai ministre c'est celui qui invite ses compatriotes à rester chez eux à leur offrir un produit non mais ce que je peux vous dire c'est l'une des préoccupations du ministre c'est réunir les conditions nécessaires pour qu'une destination interne puisse éclore et satisfaire les besoins bon cette déclaration a été faite dans un contexte vraiment particulier par rapport à la situation en Tunisie parce qu'il fallait soutenir nos amis tunisiens etc etc c'est une maladresse comme un ministre mais bon 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 aujourd'hui c'est bien de parler du passé de faire des constats mais dans 10 ans dans 15 ans sommes-nous capables capables de réunir les conditions nécessaires pour construire cette destination tant attendue qui puisse satisfaire les besoins etc moi je peux vous dire oui ce n'est pas la langue de bois il y a un programme de développement de l'infrastructure il y a un programme de développement de la formation pour la qualité il y a un programme pour l'image la communication et la promotion touristique il y a un programme pour ce que vous avez parlé tout à l'heure la transversalité c'est à dire les mesures les mesures nécessaires d'accompagnement pour que tout le monde soit solidé autour de l'activité touristique on va essayer d'y aller assez vite puisque le temps ne nous le permet pas pour pouvoir répondre au maximum de questions si on répondait à la gale l'asile elle est à l'aise nous avons pendant 3 ans nous avons le tourisme intérieur les algériens qui ont deux choix quelques complexes touristiques balnéaires mais quelques vraiment en plus la capacité et les conditions d'accueil ne correspondent pas à la vision de la famille algérienne parce que généralement c'est des vacances en famille et de l'autre côté quand il y a un le kéria le kéria et ainsi de suite le kéria des appartements qui ne sont ni des complexes ni rien du tout est-ce que l'homme dans cette politique n'est-ce que l'homme il faut être opérationnel il faut trouver des solutions adaptées à la situation parmi les solutions c'est ce qu'on appelle le logement chez l'habitant le logement il a donné la possibilité aux citoyens les villas les appartements etc pourquoi pas c'est gagnant le locataire il est gagnant parce que ça lui permet de l'habitant ça se fait et c'est réglementé c'est réglementé c'est réglementé non non ça se fait pas dans la c'est une pratique nouvelle pour les à l'étranger c'est très répandu chez les algériens c'est une pratique vraiment nouvelle et pour celui qui l'ont et pour celui qui cherche etc celui qui l'ont il veut pas déclarer les impôts etc il veut pas être il veut pas être contrôlé etc etc donc le dispositif a été il est très prometteur mais nous devons absolument oeuvrer pour l'améliorer à l'avenir alors pour ce qui est des infrastructures en cours de construction les projets d'ici à l'achat 2016 le janvier 2017 combien les capacités d'accueil seront de combien en algérie nous avons 1270 projets en cours de réalisation qui vont générer d'ici 2-3 ans 3-4 ans peut-être ou plus je ne sais pas quelque chose comme 160 000 lits nouveaux et 160 000 lits incha'Allah aux normes internationales vous parlez des 4 étoiles des 3 étoiles voilà je halle la capacité d'accueil pour le tourisme interne sur les 160 000 lits on sait pertinemment qu'il y a une partie qui va être pour le tourisme d'affaires on ne va pas créer des ghettos tourisme international il y a des passerelles il y a des passerelles il y a des zones qui seront strictement réservées ou pas des zones des produits par exemple pour les nationaux on va encourager les investisseurs dans ce qu'on appelle les villages touristiques l'hébergement en plein air maintenant on ne parle plus de camping le concept de camping il est battu c'est l'hébergement en plein air 4-5 étoiles c'est-à-dire des villages touristiques parce que l'algérien il y a des familles bien sûr il y a des étrangers il y a des familles etc donc nous sommes en train d'essayer de trouver des mesures incitatives pour pousser les investisseurs dans cette direction-là ça c'est pour le produit Banière pour le tourisme thermal également très très demandé par la famille algérienne notre vœu et nous sommes vraiment en train d'oeuvrer pour ça c'est de créer des villes d'eau en Algérie des villes d'eau à l'instar de ce qui se passe à l'étranger donc il y a des zones thermales qui ont été identifiées il y a des plans de développement qui ont été également identifiés et qui seront mis à la disposition également nous avons un programme de réhabilitation de l'existant bien sûr c'est beau comme projet mais vous vous n'êtes pas touché par Taqash c'est l'investisseur c'est pas l'État qui va investir c'est les privés vous parlez des privés l'État n'investit plus l'État met en place pardon l'État met en place les conditions d'accompagnement de soutien etc des investisseurs mais l'État n'investit plus parfait parfait mais les hôtels existent appartenant à l'État vous allez les refaire je pense par exemple à Cidi Franchi non je parle à Cidi Franchi le désastre il est à Cidi Franchi quand vous voyez comment est devenu l'hôtel Marsa l'hôtel Malar l'hôtel Riyad c'est terrible jusqu'à présent il y a 9 établissements hôteliers qui ont été totalement réhabilités dans l'Horassi dans l'hôtel Abu Sa'ad Al-Qaïed etc donc il y a un programme Cidi Franchi Cidi Franchi Cidi Franchi Cidi Franchi Cidi Franchi et Tipaza normalement les travaux de réhabilitation devraient être entrepris pour des histoires de bureaucratie etc ça n'a pas été fait bon maintenant pour les complexes touristiques dont l'enveloppe a été réservée etc le travail va se faire va se faire pour les autres on verra on verra merci beaucoup il est temps pour nous d'accueillir le temps pour nous 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 Sarah Sarah Cidi Sarah qui est là qui est là qui est là sur la silla 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 Sarah Cidi bonsoir ça va merci je ne vais pas m'éloigner beaucoup de mes sujets donc on va à la silla et on va dire qu'on va à la silla à travers le monde on va à la silla 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 le meilleur pour la silla donc on va à la silla avec un top 5 des villes les plus visitées au monde en 2015 donc le classement on va voir en photo avec la première photo la ville qui a été classée cinquième donc on va commencer voilà voilà Istanbul donc la mosquie donc Istanbul elle est classée cinquième avec plus de 12 millions de visiteurs en 2015 donc maintenant avec la deuxième photo les les nchufous ensemble la ville l'une classe c'est à quatrième donc c'est Dubaï donc Burj l'Arab voilà Burj l'Arab 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 Burj d'Arab donc Dubaï qui l'Arab là c'est 있는데 سجلو عندها ترمين 15 مليون ساة في 2015 وفي ثانية ملتوكو مع الثانية الثانية سنة امتلك الملتوكو في باري كثيرا في مقابل حالي في أمام المنزل في مقابل حالي وفي حالي فالترمين 16 مليون تخيف موز الإنسابات ليس أنا LUJ مريم نتخلف عامة لليات الجنب مذيخي هل تعرفت أسمت لك ؟ كما يتوقع بسروق إليه كما يتوقع به نبدأ سنزلك ثانية وقفة نتوقع حسنا فكما هي موسيقى فإنها تحديد ثانية هناك 4 أسنة نحن نحن بسرق تعرفته قلف وقف possibly هو ' gente الملك هو الملع Paraos ساعدة الملع determining جمع Curiosity في لت فكره معürüivo إنvidemment ملع لا يجب كلا نحن عنده طيب ميزي برووعين تريب هذا نحن عندنا تريب الأحير نحن أبدا شبه لدينا الجزان في عائل الأحيرة نحن في الأولى هناك إنها قلت بخشبري. ثمت نفسه من النار. لأن لدينا عليهم إسم大家. كي تلت penكتهى لهم. لقد احسنتت لهم. أجل هذه بعضك. لقد احسنتت لهم أكبر. لقد احتفنا كل الأشجال في 2015 وشاركة. وشمتこう فان هلم يشعرون بخارجات الأخرى. أجل. دون أحسنتت لهم. كنت دون أسنجوا. يمكنك أن يكون هناك سبيل المعارضة في سبيل المنزل ولكن هل تتصدقات مميزه في السبب؟ هل تعرفون أمم؟ أمم؟ شيئا، كنت أعتقد أنه العزة في سبيل المنزل وعلى أمميز في سبيل المنزل هناك سبيل المنزل في سبيل المنزل مشيShe بتقليل مرしい يا رسو وخلق الصوم وليس Brief الصอق solamente جديد رئيس و و و رؤية أسهل آسه حع conclus سين نعم فشلا كيف رحل المترجم للقبل همدين همسة نعم وقفتون نعم 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 فلسنا فلسنا نعم سيدي ويقابة ماشرة في ماية الدول في المنزل ستوب مجال مجال تسيلينجير 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 حيث في عدوش قد أعيدت في عدوش أعيدت في عدوش قلما ان نسكت لك العالمطول و quando رحمن التابق فا AMAB اخ قصبا ثابت هل قصبا؟ هل هل مليصبرا؟ عن نفسه إلى هذا المدرس بل خلصائم للفرسال تقصت لنا في تأ Fruit means ما أنا الجمام المنفوريات, الفانسياء السبوع السبوع يوجد دونك المغرين أن يسمى هل ال comprendre يوجد الهليل والتنسيولة الشباب سوف يجب عليك ترجمة نانسي قنقر 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 وأنه يجعله صعباته، يجعله على بعض الأشياء. كما كان في الدكتور في الوسط، في المدفع التجارة، كان في الدكتور في العادة، كان ذلك في الدكتور في وقت مالتلقظر، كم ينتهى باشيطر، وبدأت بكل ما يسمع ويقوله بكل ما يسمع بكل ما يشعر بكل ما يسمع. ولم يسمع الآن، بكل ما يسمع هذا الجناب. عندما يبدأت بأن هذه المتعاني، تأتي بكل ما يسمع لديهم تحرك. المترجم للقناة 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 بلعب مباشرة وفرقه كانت معي وليس لحظه وليس لقد رأيتها لن ارى أمامكم وفرقه وحدي أبوجى وحدي أبوجى أبوجى وحدي أبوجى أبوجى فتح لديك كنت عدد في حالة سالة سيدة وحدي الأعزيز وهو لديه كلمة هل تحقيقًا؟ لا هناك قد يكون لديه لديه خطتة موضوع ثم معدت للمشاركة للمشاركة في ذلك لقد تسلق تنسل بحصورنا بحيث نظرة وrate وحيث الفنا ليس كثيرا اخوة أخوتي بحق الأحد وكان نعذي من عبوري في المدفع ما سأتحدث في المدفع وان ستعت وكان يتعلي يبث يركي لم أطفل الساعة ماذا يبث يبث يجحل يا يعود بحيث هنا وكان يخفون من آخر هنا ومن اقول دوahah سيه ناليه نعم arriba ومم لرغم نعوني عن دو فا سي كنت ايش أعطي جدا فنعني مج meats فنعني وصف فنعني لم يوضع وليس فنعا حين لا يشوفي نعم طلعاك كما كل مونة. مجموعة البرنامجة. في علمان السفر. في التسالي، ولكن هذا ما هو الوظف مخلوق. هو ما يقولون أنه يقولون على الجنوب. هذا هو هو المطلوب. هو مجددا. هذا هو مجددا، هو مجددا، وهذا منذ المزاعدة، وهذا في هذه المنظمة، وهذا هو مجموعة ذلك، وعندما بالحول على سوال. فهو في سوال، على سوال في اسفل الجارة. فهو من سوال حول تلك الفيديو. بخصوات سوال لخلص ما ذكره نقالي، انه ليس نقالي، وليس ليس نقالي سوالًا، أنه يقولون أنه سياتي مباشرة على سوال؟ لا، لماذا نقالي؟ خلاله، بلة تتحرك فابا، يجب أن يعمل هذا الأمر، يجب أن يجب العوني، لن يجب ان يجب أن يستطيع دراسط التحفير المستخدرب، ولكنه البعض يجب أن يجب أن يشد التعزير الدور والمسكرانيسية، فهو يجب أن يكون لدينا مفقاً وفي ذلك ، فهو يجب أن يكون هذا المهم وفي ذلك ، فهو يجب أن يتحدث أيضًا لأنه في الاشناخ ، يوجد مختلف الأشياء يجب أنه في رأسي الله سيدنا يجب أنه في الاشناخ و هذه الزاوية هي الزاوية لفن والفنانين و الموتقفين بصفاء عامة كيف كانوا يعيشون هذه البريودة؟ كان قادر النوت الرياليزاتور يتحرك نصبه واحد آخر يشد الحالة هذه والوضعية و للوقت هذا يشده من الزاوية واحدة اخرى يشوفه من ناحية الاجتماعية و يشوفه من ناحية الاجتماعية و هذا جهتمور سنقول لك عليه هذا هو شوفنا المنرا lente عبدالقاسم حجاج و تقول راشيدا و تحديث عامين أشوير فاطما بلحج فاطما بلحج فين الفاتح بلحج فاطما بلحج فين الفاتح بلحج ولذا يقوم بخلص سحراوي فين الفاتح بلحج لذلك يمكن أن تقول أن هذا الوقت يمكن أن يكون هذا الوقت يمكن أن يكون هذا الوقت نعم، 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 نعم نعم، نعم، نعم نعم كما قالت وردي الله يرحمه كوتهار بلغسال مصرحة عليكم شوقي حسان كنزا المرحبا بكم فاكرانيك سبورتي في اليوم l'actualité se veut عندباليس فاكرانيك في اليوم في الحدد في اليوم إقام برعبال معاهم فهو يفعلون مكسر على المجدد من الأولى ففي نفسه نفسه توقيت غريب بذل بالمسجرات في البداية والجاخد لعاني المكسر ولكن أخذنا معاهم مع 4 شباب ففي الاجتب أكبر فمضى الجغربي كنا معاهم معاهم بعد ملاحظة توقيت وترجل علي المرالبان بعد أدريها معاهم معاünde لماذا لقد وصلت المحورين يحضر بفرقا؟ بالطبع يتعفل لقد أخبرت لأبد ما شرف ألا يخرج لكن الهيجران كان يحضر بحيس في المعارسة نعم إذا فقط من البن مزيلا بينها يجب أزن منك للجمع ميزان إنهم يحضر بفرقا ما جعله للمنزل إنه قارة من خارة بالفنال فهو للموميققي يعجي الثلاج فيها ناراة في الدخول فلسلسلتك مواجهة فلسلسلتك ليس من الدخول فلسلتك فلسلتك أكثر سعيد الحديث لأمير جنودة وليساً لا أعطاء بلعدة 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 كان فهلا فهلا صغير في الجزائر فهأونا تشجع لك أشخاص إنه ذاwait لكن الله لدينا القول أعطي للعض؟ هل هو هو يحتاج أعطي للخور في الجزائر؟ سوف يكتون جنشي لدينا في لدفنال لدينا قامت لليوم فلا يكون لدينا الأيام ماذا نعلم بذلك؟ مع توانسا توانسا مع لابلكم درنير ادition درنير ادition ان 2014 لالجيري شمبيون دافريق ست يام تيتر كنت عاودوا نشوفوا لفينال هديك اللعبنا مع توانسا لفينال هديك اللعبنا مع توانسا والاحتفال الرسمي ثواني فقط والكورة عند اللعبين الجزائريين والاستعراد يتواصل ورحيم عبدالقادر يدخل في المنطقة وطلتا المبارا طلتا المبارا وطلت منحا وشوف تجاو جنة جنة موسيقى موسيقى أنت اتصار أحاول الاختار ها هل سؤال؟ ها هم هو ماذا تتحق؟ لتستطيع التحقرينんです إن الذي يريدونه بهذا الفيام كثيرا يجد دائما كبيرا شخص مهم من أعدد من أشارجة لكن فريده سابونجي المجموعة دائما ونتشوف للمهارا له قليلا لقد أسفتت بإنطاء اشتركوا أنا أعتقد أنه كان هناك مجموعة من أجل أدار محمد لعيد كابوش حميد الماس محمد ورداش وعندما نسرين سرغيني كل مجموعة كان هناك مجموعة 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 لكن بعد الأرد الأولي لا يوجد أن تكون مجموعة تقول لك هناك جارك يقول لك تعليق تقول لك تعليق 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 لكن أدائك أدائك شخصية ودائك تقول لك تقول لك لا يمكنني أن تتعرف على المشاركة من جرامي هناك الكثير من المشاركة لأننا نقول لك في الوقت كرونيك ديزاني دبريست محمد الخضر، حميني عجبو مع القوش بالمدور ويبقى من المجاهد؟ المجاهد 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 أكديم أكديم أصبت الله اتبق المجاهد لأن الشعائد أيضًا ولكن الشعلي تتفرير الاستمرار لأنه القضاء للهؤلاء في بلنا كل متى المجاهد والمجاهد ويشخص المزيد والمجاهد وفضل لذلك لقد قلت بيوهروا عليك. أنا جميع مشتكت أنني لم يقصيقي لن أوليك من أجل لكني أجلت أكثر أجلب أن أردتهم قد أخذ ولكنني أردتهم إنه مهارات أتمنى تماماً لذلك لأنه خلق لذلك إنها قد تبت كنت لذلك هناك مجموعة من الأحيان لكن لم ينطلق الأحيان تتحدث عن سنوات الكهربائية في حيث حيث كانت مجموعة في الحالي من الأحيان في الحالي وفرصي لكن بالفعل في الحالي سنوات تتخلص تجربنا جنب على هذا الموضوع فهذا قد لا ينبقى بقية وفرق للتعب المعين عليكم لا يجب ان يكون دخول جدا كيف يكون بجميع جديد وابد الأنية هذا لا يستغل人 يجب أن تباع وأن يأتفاع لا يستغل ويستغل نفسك نفسك ماذا؟ نعم لا يرى القلب لا يرى القلب انه يكون محبا نعم 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 خاتمة القول يجب أن يرى الناس نعم 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 لن أعتبر نعم وأنت أمفتح في مجرد مجرد. فألمت، هل أن يتطلق الأمفل؟ هل يتطلق الأمفل؟ هل يتطلق الأمفل؟ فلسال نظام أنك تنقر الأصدق؟ لا، نظام جدًا على الوصف، فلسال، فلا، فلا، فلسال، فلسال، فلا، 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 وطنع عورم، فلا، المنزل قريبًا ، وهذا أتبع أن wir دائما في هذا الفيحة ، يأخذ الكنات ، الأشخاص ، الأشخاص والمثال ، والعامل بناء الأشخاص ، والدائما أنهaph كان الدائما فيه من دائما متأغلق بالديوخ. في البدرح لما نهايته فقط انهو اخبره كذلك ، وهي قبل عام فقط كذلك، نحن بعد حول التإمكانية سترة وتقتل دائما ، سترة learned أكثر في جميع الأشخابت وحسنواتي يجب أن نعرف تماماً جميع الملاح أو أن نفافه على الإطارة على ما في العمل ويضاء بمرضة لك شكرا لك أنه يتنبون أنهم يتعبوني بحضرهم ونحن ليتوحو هنالك بحضرهم يتعبوني أجل أجل تخيله يتعبوني بحضرهم ونحن أنه يتعبوني وجد عدد الممتابعة في الأنقال جهاز أجل ونحن يتعبوني فاتف حبر يدعوني فيه ورحمه لأنه ليس لكي أعطاق نتشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة العديد من الشباب الجزائري وقعوا مؤخرا حضور مميز في برامج اكتشاف المواهب عبر القنوات الفضائية العربية اللي تبحث عن نجوم المستقبل في التمثيل والغناء بحيث كان حضور الممثلة الشابة سهيلة معلم في برنامج أراب كاستينج الحدث الأكثر تميز بوصولها للنهائي فهذا البرنامج اللي يهدف لاختيار أفضل ممثل وأفضل ممثلة من مختلف البلدان العربية سهيلة معلم من مواليد عام 1988 دخلت التمثيل بالصدفة بفضل المخرج جعفر قاسم بعد ظهورها الأول في سلسلة جمعي فاميلي انشهرت من خلال بطولة مسلسل بنت وولد مع مروان جروابي وحصلت على جائزة أحسن ممثلة بمهرجان فرنسا للسينما سنة 2013 عن الفيلم القصير قبل الأيام قامت بتقديم برنامج غنوها وبقات على التلفزيون الجزائري سنة 2013 سهيلة معلم اللي تقلقت موهبتها وأداءها الرائع خطفت الأنفاس على خشبة المسرح بحيث أن أصداء إطلالتها وصلت حتى المواقع التواصل الاجتماعي بالأخير نقدر نقول أن مشاركة سهيلة في برنامج آرب كاستينغ بلجنة ضم ألمع نجوم الدراما العربية رح يكون بمثابة بوابة تاريفية لها على الصعيد العربي ورح يزيد لها ويعطي لها الكثير الكثير على صعيد الشهرة تحضر هذا هوسف لذا أبدؤ разрدت لن أكون أصبحت بأخير لا أمر لن أكون أصبحت لا أشترا أو أصبحت عام 1928 عام 1928 كما قال أحيان لا أصبحت 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 ممثلة شابة؟ على حساب رأيكم. سمعونا أبارك. ممثلة شابة؟ لا يبارك. شابة كان يقول جون ماشيت. ممثلة شابة جون كوميديان. عرفناك في سنوات الأخيرة بالعقل بالعقل. وطلعت بك تريفيت الحمد لله. إن شاء الله تزيد. حتى الاراب كاستنج. عرب كاستنج في تلفازة. ماذا؟ أبو دبي. أبو دبي. كيف تزيد الأرب كاستنج؟ كيف تزيدك؟ أبو دبي. في الأول كنت ضد الفكرة. لكن قلت برنامج اكتشاف المواهب. لقد قدرت نفعل كارير في الزاير. أحبني أن تتبع الأعمال التي نقوم بها في أكسسواف رمضان. أو أعمال سينمائية. من أن نقوم بها في القناة. أبو دبي. أبو دبي. أبو دبي برنامج... حتى تتبعه في أكسسواف السياسين. و قلت لها أنني ما رانيش ينام بوافق سبحيلي و أنا قد رسيسية إليها و قد اتركت السيسية اليال الدركة في سبيل الواتف تر أزيلي و والدركة في الواتف لي جود إليها لوجه درسيلي نيسة اللي قلت لهم شرايكم فولا فولا نسخة اللي سوي لأختيك ونسخة اللي سوي لأفنس يعني هذا البرنامج يفتح لك بيبان جدد بسك فولا كما قالوا انتي معروفة في الجزائب صح ما ركيش معروفة في الوطن العربي ما معندك جوائز دولية وهنا في الزاير مي الوطن العربي ما ما يعرفكش يعني صح ما ركيش معروفة في الامكانيات يعني امكانيات تحوما كانت شمساعدت نام امكان قلت لديهم بالنسبة لديهم على دوم لديهم حيث تاخليكم كما فش ملاحظة في الوطن العربي ما يعرفكем صح مما تحب في الجزائب قلت لهم أنني لم أعجبني الحال أن نعودنا للبلاد. قلت لها في ممثلة المعروفين. لم أرى حتى واحد سيكة هنا. بعد نصف خرج نصف إلى ديزيستي. فضلوا في ممثلة المعروفين ومعروفين. فهم نرى حماسك. من نشرح ينشرون في حالي. المناجر المناجر يتفاق مبينتهم يتفاق مبينتهم يتفاق أنا لا أحب أن نقعد زوبير يتفاق تفاق على زوبير تفاق على زوبير زوبير بالحور ماذا أفعل معي قال لي أنت تذهب كان معنا تلك ممثل آخر اسمه أمين ميموني كان معنا كان معنا كان معنا لم يكمل المشوار بعد أبو دبي سمعت بلي الجزائر حتى نسحب المسابقة لقد أعطوهم الفق لم يكن هناك مشكلة لا أعرفهم من الأول لا أردت لا أردت لا أردت لا أردت بطريقة مشكلة لا أردت لا أردت لا أردت لا أردت وين نرقض يعني انتوليك الكوراج تاعك على كل حنتية او زوبير تخلكم تلاحقوا حتى النفو دفيد انت مغرب دات ها قدام معوجة شوية ايضا قدام جزائر راهي من ضمن البلدان اللي لازم تكون فهد المسابقة ما فيهاش ما فيهاش نيقاج و بعد حسنوا الحمدول الامكانيات زادوا بلعتوني باش نقعد قالوا لي سويلا من ناس تحفة من عندو امتانيك علينا sz threatening جزائر رائع لا 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 احقن فاردما لنا دو حمدول الله فاردنا لغة تعنا وزيريا وبايدا مثل ذي ميشن ها دوما مجمون قلو للتلى رياليته تعلقال skeزي حت Larsaf لبناني فاردو هل سفا تعمل فيهدون لبناني بلخالي جيف دوازم فقوة سيديفسيل سيديفسيل وعليش ما تهدروش بالجزائريا ودي من تحشموا باللغة تاعكم وكي تروحوا لتمك تقلبوا الفيستا وفالا سيديف فاللغا سيديف فاللغا سيديف فالأبو دبي قال لك على رسنا اللغة اللهجة الجزائريا بصح احنا المشكلة هي الفهم قالوا لي باش اللجنة الحاكم تفهمكم والجمهور العربي لازم تكون فيها لغة بيضاء يعني اللهجة الجزائريا بصح مبساطة احنا يا البربلامتاعنا سيكون عندنا بزاف ليمون فرانسي بصحلو كان عربو ونا هدروا شوية بالعقل بسكو حنا عنا دي بي طالع ونا هدروا بسرعة بسرعة يعني قالوا لي سويلا سيبسطي كتبت النص تاع الوديسو التي شفتوها تاع الكياسة وتاع الافي افوغ التي لا ترى كتبناها الحمد لله جزنا الوديسو أنا وزوبير وآخر مشهد اللي كان في النهاية هذا مشهد كتبتوا أنا وزوبير بمساعدة الكوتش تاعنا الأستاذ أدهم مرشد هو ممثل سوري كتبناه باللهجة الجزائرية وحبنا نهده للشعب الجزائري بسكو هو اللي يوقف معنا فوط معنا ووكت سويلا قبل ما نكونوا نحكي وظيفة قريبا من جزائر المغامرة العرب أتريك على قطوة جمعنا لا يعرفهم أعرفهم لأنهم لا يعرفهم قطوة قطوة لا يعرفهم يا بمساعدة سيارة كيف هل عقلتنا في الم Hoyt wonderful كيف تسوقي كيف هل تذهب هل تأمين الحق لا 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 نحن أن نحن نحن انا ان هل قدرنا في البيار تنظر. نحن تدعم تديم قوة من اكثر. ابحث النموات نكون في الاجتماع في المداد، لنبدء شرعا على الاجتماعي بهالج. طيبه صافتنا؟ انتهى 10 سنة دارة. إنه في الوضع، ِ٩ سيستمر. َ٩ ٣٠٩. رحبك هنا تنسى في الوضع. لم تجد بالحسن؟ ١١٩٠٩٩ ! avoirحدث عبرني دقائح. بصق وشاك فاب شوية ضحك شوية أخرية يشانسي بيزون على العقليات نحن في طموبيلات جنرالما نزعف ونتقلق ونزعف ونضيروا حاجات لي انبعدهم يستطيع تخوطها كي انبعدهم غير هذه المناء هادية راح تعمل مع العائلة ضحية حادث مرور من جهة الوهران نحن نتكرو عائلة فى أب أم و دلالة صغار مالغزمان لا غوت توجوه أوتان في الزائر وكي ما نقولوا دايمن واحد ميت فطريق سي 1 دو تخو يجب أن نقصها المترجم للسطيلة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ويجب أن يكون قادري وممتل لكن يجب أن تحبس الزمان هناك زمن وصف بسبب ولكم في السوق ويجب أن تشبه لا تخبطوا كان عبسل وماركيناها كامل أنه الكيرون يبس يبدو يسودون سريق يدو يجري ويدروا بطرش من بلافهم ها دي كار خدر مكثرت كم ينقلر ومجب أن يدخل ألف فرق زيادة في جور نيو خرب بلها الرحمة أنا بها دوك الناس يركب بزاف طعموا ومجب أن يدخل ألف فرق شوك والله وصراني عفسا كيما هاد لأنا نقطعكم كامل مكترت لي زاكسي لو لم يسروا بزاف اللومو احتوين البنوات اللو يهارهم ومو بيلادي وكرهوا حياتهم ولم ديرهم وطهر مكترت بزاف اللومو مكترت بزاف اللومو مكترت بزاف اللومو ومجبوط هناك أبدا طاروا في زفعة بايز ما هربوا في طاتي موروجي وهربوا في أي عفسر بس أحنا ورأي لكم باللي ما في زاكسي يضع هربين بس كوابدا خرب أطلع رحمة حبيبنا انهم يppingل رحمة حبيبنا مكترت بزاف اللوم انا في حياتي ماشي تكسيمير امور كي براك الامور هلو it's me رأنا شفنا هذه الفيديو تليز اكسيده كايني الحمدولي لاجور سلكولها شايف كيما كاين طنوب بي لاجور سلكولها كاين مطور بصح هاد الفيديو كيشتها الحميد شوك شوكالبي وجعني هاد الموطو ما ماج بصح الله يحفظكم بسوكو الموطو باد روح وغرب لعك الفترك هاده هاده الدنيا هاده حديد خليتلكم لا فيديو هاده هاده باش شوفوا باللي ما في وطولو تعد زاير كين فيها عبال اللي يلاعبوا بزاف ولي خيطوا بزاف ولي جيروا بزاف نوك شوفوا معايون اللي معاكم موسيقى 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 هذا مرحب أولاً. هذا هو عادل ونعلم هكذا. هم أحب التواصل بأسكار. هذا عادل ونازم. أحب أحب التواصل. هل يجيب أن تشجر؟ نعم. 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 سأحبت أن تشجر. سأحبت أن تشجر. نعم. حسناً ، نعم. عندما كنت تدخلت الأراب. كنت معاً وزوبير بالحور. هل كانت تنسوك بخصناتكم هنا؟ أين في المطار؟ أشياء أوفيسيائية. أشياء أوفيسيائية. هل تريد أن تنسوكم؟ كيف تنسوكم؟ هل تنسوكم؟ لا، 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 تصلوا بنا، وزارة التقافة. وقالوا نفعل السيد مع الوزير عزدي الميهوبي ويلاني يحب إكرمكم، منطقة السيد على تنسونا المجهود والكبرطة. ومعهم أنهم، أتمنى أن نضغض المجهود. هناك صورات أيضاً. يمكنكم ان ترى صوراتنا اخواتنا. هل أحب سترى الصور؟ لا أبداً، لا أبداً. يمكنكم أن ترى صوراتاً عندما ترى الصورات. أبداً، هل ترى الصورات؟ كيف ترى الصورات أخير؟ ولكن سأرى منظر جيدا وبدأ بأمكانوش لاتين ولكن هذا بالأسفل هل الأولاء تشتريك؟ نفسي صلوح نفسي نفسي قدمتنا في المقبل هل أنت تشتريك؟ لهذا كانت أموvant فقط وقمت بالمعني تحتاج إلى الجميع من تشتريك؟ نعم نمر بطريقة أسهلية لماذا تتحدث عن أداء المعارسة؟ نعم ماذا تتحدث عن أداء وأن المكان أثناء أن الأداء التخطى أداء أداء المعارسة فتح الأداء لدينا حسابة الكناتب وفتح الأداء المعارسة ولا عمري هدرت بسوريا ولا لبنانيا دايما سيدون مونوطوغاج يعني نهدر باللهجة الجزائرية تعنا ولكاميرا سيد فاسيل زع ما كتغلط جالو كوفا كوبي تعاود لسيكوز الشي صعب في برنامج عرب كاستينج انه كان مونولوجات تحت تلت من تلت دقائق خمسة وكان على المباشر وامام لجنة حكم يعني اسمها كبير اسمها تاقيلة من الدراما السورية والمصرية وقدام من الوديسيون الأولى تعير جديا ما كنت نحسهم بكل سارة لكن نعود نشوف الفيديو ونقول بلي زع ما كدوكا مع الخبرة اللي جوزتها وعندوك اللي بخايم يعني اللي جوزتهم كنت قادر ندير ميو على وجدرت ميو خوف كنت شايدة روحي ميو مامتون خايفة 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 ميادونيش خايفة يقولوا لي بلي عفوان روحي يعني ماندك حتى علاقة مباليش أنا يعني سيته كنت احدي ميو خوا صحة ه 믿م يا روحي تقول لي أنت موهوبة أم لا. الحمد لله لدي الموهبة وموهبة تتعرف بها الشعب الجزائري والجمهور. يعني كامل حبوني وعملت أشياء التي نجحت فيها في الوطن هنا يعني في الجزائر ولا في فرنسا ولا. ما يعني الوقوف في خشابة المصرح وتعملي مونولوج هذا بزاف صعيب علي. لأنه أنا معملت شمراني شخرجت معهد. ولا عندي يوني إكسperience تياتخال. نو كنت خارجي إيمين دير دروس على هد. تجربة هادية. تجربة هادية. يعني اللي باو بو بوسي فارلو تياتر دوكا كي ولي تيل تزاير. لذلك. لذلك حسنا سوف أمری سوف تحستظار جزائر لكن على دين نفسكم. يمكن أن تجربة هادية حاصل بها معهد. إذا، لذلك سوف أتحسرينها دير دولستيات. لذلك سوف أتحسرين اليناد. جميع انتجربة هادية. تحسرين بالسؤمن الاجباء. إيشاء الله. إذاً تحسرين إلى شخص يترق كثير. لذلك يمكن أن تحسرين إلى كل مطالب ولد. ومن تعليم الزرمائي. ساعدني زوبير كان أحسن مني في المراحل الأولى كما نحصل في حاجة يقول زوبير وحكيف يقولوا هذه الحاجة مسكيني يترجم لي بسكوة بالمصرية سوف يسلكها أنا كنت كنت نكسر الكلام يعني ما يفهموني شو لا لكن سخته واحد مصري واحد سوري واحدة من الأردن ما ألقيتش روحي ما ألقيتش روحي نعم 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 كان أسامة دبر الممثل السوري ونشكر للمساعدة مع الأستاذ أدهم هم الذين يعملون باللهجة السورية الحمد لله سؤالي ترحبوا حولوا سؤالي سوف أن أحكي سوريا سوف أحكي سوريا سوف أحكي سوريا ماذا كنت نعمل ذلك؟ كنت أحكي سوريا كنت تشف فيها كنت أحكي سوريا كنت أشفى ويوجد الحرام لك، ويوجد بطولة جامل سليمان. ومع زوبر لدينا مجموعة في الجيران هو الفرنس آراب. هل تكون هذا البرجيت الذي قلت له؟ فرنس أو المستحسن؟ لا، فرنس سيسر. فرنس يوجد الحرام لك. يوجد حرام 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 لك. ومن هناك الحرام لك، والتي تلمزق لك فيها إبنة والد. لا يمكنني أن تذهب في زاير. قال لي المنتج عادة سوحي لا. لا تريد أن تعمل. فقال تفعل بحرام. فقالت لك، فقالت لك. فقالت لك. فقالت لك. لك، فقالت لك. فقالت لك في ززائر اجمار الجزائر، وقالت لك. تبرينة تبرينة تحسين سيزان 3 سيزان 3 سيزان 3 مرون نحن نعم هذا المرون صارت مرون صارت مرون صارت مرون صارت مرون صارت جمهور تكون مفاجأات يعني ساسحا بلوكم ببش ببشاء قريباً ببشو كان ببشو كان ببشو كان ببشو قريباً قريباً سولة معلم شكراً لك فتح شكراً لك سوف نتعلم بعض الإمارات هل تعرفين تاريت؟ نعم 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 هذا هو شيء تتحدث عن تاريت أحصف موقفين بحاجة إلى الهوائل أحصف موقفين أحصف المقبعات الفاتحية عن طريقة الله المشاهدين من شعباً ومن سعيدين مفاجخين من السعب أحسان لأحصف المقبعي وما الوائلين يغفع من 4 أمين من أسولك ونفقون هذا المقبل يفوني سيجور و لا أخواره كنت تلقيهم على الفيس بوك أنا سمعت بأنا تخوجي كالي موجود في تيميمون تريد سيدة جان كين درسار تيميمون درسار توتافي درسار هذا مدابيان تريد أنك تشفل جنوب الجزائر لأنه لا تريد جنوب لنكوم لبادة لزيماج تاريت بارك سوف تنفيذ لبادة لتريد تريد تريد تيميمون نكوم لبادة صور هادوما شكرا لكم لكوا حضرين معنا شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة